بسم الله الرحمن الرحيم سأشرح طريقة تركيب برنامج ستار ديكت وطريقة إضافة القواميس إلى البرنامج طريقة تثبيت نذهب إلى مركز برمجيات وبنته ثم نكتب في خانة الباحث ستار ديكت نحصل البرنامج هذا هو البرنامج هذا ستار ديكت آآ طبعا أنا لأنه مثبت تظرع إشارة الصح آآ آآ بعد ما نثبت البرنامج نذهب نجرب البرنامج نحصله في قائمة ملحقات ستار ديكت هذا البرنامج آآ نلاحظ القواميس لا توجد قواميس عربية الآن نريد إضافة القواميس العربية طبعا نكون حملنا القواميس هذه قواميس نفك الضغط عن هذه الملفات بالضغط على استخرج هنا آآ هذه الملفات سنضعها في مجلد البرنامج نذهب إلى مجلد المنزل ثم نضغط على عرض ثم أظهر ملفات المخفية ثم آآ نضغط على أي مجلد ثم نضغط على آآ دوت اس تي آآ نلاحظ هذا هو مجلد البرنامج ندخل المجلد الآن سننشئ مجلد للقواميس ولابدا نسمي هذا المجلد بدك آآ هذا هو اسم المجلد آآ الذي سنضع فيه قواميس ندخل المجلد ثم نسحب المجلدات التي استخرجناها من ملفات مضغطة فقط نسحبها ونضعها في المجلد مجلد القواميس الان فقط نصوي خروج البرنامج نغلق النوافق الان نذهب البرنامج ملحقات هذا هو البرنامج طبعا ميزة برنامج انه اي كلمة تحددها مباشرة مباشرة يظهر لك الترجمة دون ان تحتاج الى النسخ واللسخ ايضا حتى بصفحات الانترنت فمجرد الضغط على اي كلمة تظهر الترجمة لاحظ معي اي كلمة تظهر الترجمة مباشرة وهذه اكبر ميزة في البرنامج فبسهولة تستطيع كراءة المقالات الانجليزية واي كلمة تشكل عليك مجرد تحديدها تظهر الترجمة وحتى في البرامج وحتى في مستندات البي دي اف او مستندات الورد او اي مستند نصي فالبرنامج يسهل مهمة الترجمة ايضا هناك امر مهم وهو طريقة ادارة القواميس نضغط على اي كونة برنامج ضغط واحدة ثم نذهب الى ادارة القواميس ثم ايضا ادارة القواميس حسب الرغبة يعني اللي ترغب انه يكون يظهر اول في الترجمة اه ترفعه او تنزله تحت فمن خلال الازرارة تتحكم بالترجمة القواميس اللي تظهر الترجمة منه اولا طبعا هذا في قائمة سكان اما القائمة الاخرى فهي اذا اردنا استخدام برنامج من النافذ الرئيسية اما سكان فهي التي تهمنا وهي التي شرحناها فنرتب القواميس حسب ما نرغب ونحدف الثلاثة الاولى هذا فيما يخص ادارة القواميس القواميس سأضع رابط لها ايضا تستطيعون اضافة قواميس بابليون بعد تحويلها لصيغة برنامج وسأضع رابط يشرح الطريقة شكرا لكم السلام عليكم رحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة